وفي هذه الأثناء تتواصل معاناة الفلسطينيين في غزة للحصول على الطعام والشراب في ظل الحسارة الإسرائيلية وما نتج عنه من نقص في المستلزمات الغدائية أبو خليل وهو من أهالي غزة يقود دراجته يومياً وسط الركام الذي لحق بالمدينة كي يصل إلى مخبز على أمل شراء بعض الأرغفة لعائلته وسط أكوام الركام والدمار الذي حل بمدينة غزة يقود أبو خليل دراجته الهوائية للوصول إلى مخبز يأمل أن يجد فيه رغيفاً يسد رمق عائلته خليل هو المعيل الوحيد للأسرة يأخذ دراجته ويقصد المخبز بشكل يومي ويمكن أن يكون الطريق خطيراً إذ يمتد بطول شوارع مدمرة يتعذر على السيارات المرور فيها ويعيش أبو خليل مع عائلته المكوانة من 12 فرد في شقة مستأجرة بعد أن دمر القصف الإسرائيلي بيته القديم فيما تعاني ابنته من السرطان حيث كانت تذهب إلى إسرائيل لتلقي العلاج لكن ذلك لم يعد ممكناً منذ بدء الحرب على غزة وعادت مخابز شمال غزة للعمل غير أن خطر المجاعة لا يزال يلوح في الأفق على الرغم من زيادة الإمدادات وفقاً لتحذيرات متواصلة لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد الأسبوع الماضي أن شمال غزة لا يزال يتجه نحو المجاعة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي